أهلا بكم من جديد لا تعد ظاهرة الهجرة غير نظامية أو الحرقة كما يفضل التونسيون تسميتها جديدة على المجتمع التونسي لكنها نمت بشكل كبير بعد ثورة اليسمين يناير 2011 لا سيما بعد أن عشت البلاد حالة من الفوضى والتخبط وانفجار الأوضاع الأمنية في الداخل وعلى السواحل وبحسب أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن الألاف انطلقوا من السواحل الجنوبية للمتوسط وعبروا البحر محاولين دخول أراضي القارة العجوز من بوابة إيطاليا سجلت تونس في السنوات الأخيرة تزايدا غير مسبوق في معدلات الهجرة غير النظامية بين الشباب التونسي وذلك منذ قيام شعبها بالثورة عام 2011 والتي كانت البوابة الملكية لثورات الربيع العربي فقد أكدت المؤشرات الرسمية التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء وجود ما لا يقل عن 629 ألف عاطل عن العمل من حملة الشهادات العليا وخريجي الجامعات التونسية وذلك من مجموع عدد العاطلين في البلاد وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016 والمثير أكثر للاهتمام تسجيل أكبر نسبة هجرة للإناث في تاريخ حركة المهاجرين التونسيين حيث زاد عدد المهاجرات في عام 2014 نحو 48 ألفا وهو رقم كبير حيث كان متوسط عدد المهاجرات خلال العقد الأخير نحو 10 ألاف سنويا وفق آخر إحصاءات لوزارة شؤون الاجتماعية التونسية السبب الرئيسي وراء هجرة الشباب التونسي بشكل غير شرعي هو غياب فرص العمل حيث بلغت نسبة البطالة 15.2% وعدد العاطلين عن العمل بلغ 605 ألاف شخص الهجرة غير النظامية تصدرت أجندة مباحثة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال زيارته لألمانيا التي قررت ترحيل 1550 تونسيا من اللاجئين غير الشرعيين وطلبت المستشارة الألمانية من السلطات التونسية تسهيل عملية عودة هؤلاء إلى بلدهم وكانت السلطات الألمانية قد قامت بترحيل 116 تونسيا خلال عام 2016 وحول ما تسرب من وجود طلبات أوروبية لإقامة مخيمات للاجئين في تونس مقابل مساعدات اقتصادية أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رفضه لفكرة إقامة مراكز الاستقبال اللاجئين في تونس وأكد الشاهد أن تونس ديمقراطية وليدة وليس بها قدرات لاستيعاب مخيمات لاجئين على أراضيها زيادة إقبال شباب تونسية على الهجرة رغم العوائق الكثيرة التي تفردها الوجهات المفضلة لديهم كأوروبا مثلا يعكس حالة الإحباط لديهم ويكشف تعليق آمالهم على دول أصبحت هدفا لملايين اللاجئين لملاقشة هذا الموضوع نضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس سيد نور الدين العلوي المحلل السياسي أهلا بك معنا سيد نور الدين نبدأ بالاقتراح الذي تقدمت به ألمانيا لإقامة معسكرات للاجئين على الأراضي التونسية ورفضه رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد كيف تنظر إلى ذلك؟ يبدو أن صدر أوروبا العجوز يضيق بهذه الهجرات سواء كانت نظامية أو غير نظامية اقتصاداتها تعاني الأزمة والهجرة التي تأتيها وخاصة الهجرة غير قانونية هي هجرة غير نوعية فيها كثير من العاطلين على العمل بدون شهادات وبدون أي تكوين مهني يمكن أن يساعد على إدماجهم وهم الآن في حالة التخلص من هذا الحمل الزائد والواقعة في ألمانيا ليست الأولى لقد عرضت إيطاليا أيضا على الرئيس السبسي أن يستقبل المهاجرين غير النظاميين الموجودين في إيطاليا ولن تكون أيضا الواقعة الألمانية هي الأخيرة سيتم في بلدان أخرى أيضا نفس الطلب ونفس الشيء بالنسبة لمسألة المعسكرات المختلطة أو المعسكرات الكبيرة ويبدو أنها فكرة تدور في أذهان الأوروبوين منذ بداية الألفية ولكنها تعود كلما اشتدت أزمة الهجرة عندهم أعتقد أن الفكرة قد عرضت على النظام المصري ورفضها وهي تعرض على النظام التونسي ويرفضها المبرر الاقتصادي سليم هذا البلد لا يستطيع يستقبل هذه الهجرات ويغيوها ولكن أيضا المبررات الأخلاقية موجودة أيضا لسنا في جتوات لا يمكن استقبال هذا العدد من المهاجرين لأننا مسؤولون عن أبنائنا فقط ولا يمكن استقبال الأفارقة مثلا أتذكر أن هذه الفكرة كانت عرضت على أبن علي قبل ثورة ورفضها البلد لا يحتمل ولسنا ملجأ للآخرين بقي هل لاستطيع استيعاب أولادنا العائدين من أوروبا هذا يتوقف على سياسة الحكومة الاقتصادية والتي يبدو أنها عاجزة عن تطوير مناولها الاقتصادية وإيجاد الحلول الجذرية رغم الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية في البلد والتي يمكن الاعتماد عليها كالزراعة وكالمهن الصغرى والتي لا تبدو أن الحكومة تضعها لجدول إعمالها فهي لا تزال تحول مبالغ كبيرة من الميزانية إلى طبقة الأعمال كالمقاولين وغيرهم والمستثمرين في السياحة بحيث لا يمكننا أن بهذه السياسات الحالية لا يمكن استيعاب هذا الكم الكبير من البطالة ولن يزيد المتردون من أوروبا الأزمة الداخلية إلا استفحالا وتفتح المسألة على احتمالات كبيرة جدا تزايد معدلات الهجرة إلى أوروبا خلال الخمس سنوات الماضية على هذا النحو الذي يوصف بغير المسبوق ألا يعد شيئا مستغربا؟ لا الصورة التي يبنيها الشباب العاطل خاصة عن الحياة في أوروبا صورة وردية وكثير منهم يذهبوا إلى هناك ويصطدم بالواقع وبالحقيقة ويتحول إما إلى الإجرام أو إلى المخدرات أو إلى الإرهاب أو يعودوا خائبا في قلة منهم تعودوا خائبا ولكن الصورة الدافعة من هنا من البلد صورة وردية وهي مغلوطة ولا تؤدي إلى حلول حقيقية الحلول الحقيقية موجودة تأخذ البلد وليست خارجه وعلى الحكومات المتتابعة وإن تكثرت أو خلت أن تجد الحلول هنا ولا ترسل الشباب أو تفتح البوابات لتتخلصها نتذكر أنه سنة 2011 لم يكن الوضع مريحا للحكومة ولكنها أيضا أرخت قبضتها على الحدود فتخلصت من الكثير من المهاجرين كحلول الموقعة يعني ليذهبوا وليتدبروا أمرهم ربما يكون ذلك أهول لنا في الداخل ابقى معي سيد نور مشاهدين نتابع هذه اللقاءات من أراء عينة من تونسيين بالشأن الهجرة غير النظامية وقرار الحكومة الألمانية بترحيل 1500 مهاجر ثم نعود إليكم هؤلاء المهاجرين نعم كل دولة لها قوانين ونواميس تربطها فإذا كان القانون ضدهم فأوروبا هي بلد القوانين ونعرف فرنسا التي أنشأت معناها منتسكور روح القوانين روسو الثورة الفرنسية التي هي معتلت أوروبا هي أسست لقوانين فقانون الهجرة في الاتحاد الأوروبي إذا كان يمنع ذلك فلا من الحق ونحن نرفض ذلك لأن تونس تعرف جيدا أنها بلد نامي ليست لها إمكانية مادية حتى توفر مواطن رزقين لشبابها وما نتصورش أنه الجانب الألماني بش يقصد أنه يغير علاقاته في اتجاه السلب في اتجاه السلب أي أنه إذا كان الإرجاع هذية متاع الألف وخمسمائة معناها مهاجر غير شرعي يثبت معناها بالدليل القاطع معناها بش تاقع معناها الإرجاع هذا فإنه نتصور أنه ما تكونش عنده تأثيرات كبيرة على خطر عنا جالية كبيرة في ألمانيا وإذا كان مش تروح هي بألف وخمسمائة رغم ما زالت عنا عشرات الألاف الموجودين غادي هذا واحد الثنين ألمانيا أنا نرجع نقول رغم ألمانيا في حد ذاتها رغم نظامها رغم اللي دخلت في الشنغين لأنها قد عندها نظام في حدودها في حماية حدودها وفي طريقة تشغيلها لليد العاملة نظام قوي برشا راهوا أن يستغرب أن يكونوا مهاجرين غير شرعين ينجموا ويعيشوا في ألمانيا معناها وما تستحقش بش تطردهم من أصله خاطر هما يطردوا الواحم بروحم وحدهم لأنه ما نجموش يتأقلموا فيها أن الاقتصاد الألماني ما نجمش يعيشوا فيه كان من الأجدر أنه يكون في مصلحة البلدين والظاهر لهنين والمصلحة واحدة هي مصلحة ألمانيا ليست مصلحة تونس تنجم اللي عنده شهايد عليا كم المهاجر مواطقي عنده شهايد عليا تخلق له الشغل وإلا يمشي يعمل قرض يخلق ثلاثة عناصر الشغلية وإذا كان ما عندهوش مهاجر يعني واحد تسمى التعاون الدولي عليهش يمشي يهاجر ما غير أوراق ويحرج ويصول للموت ويصول للواعد عليهش يمشي يتعاون الدولي ببرل الانترنت يلقي عروض الشغل باوراق وباور قانونية بكل شيء عاونيك سيد نور الدين العلوي لعلك تبعت قرار الحكومة الألمانية بترحيل 1500 مهاجر ربما يثير أو ما زال يثير حالة من الجدل يعني السلطات الألمانية وصفت بعض من طلبوا اللجوء بالخطرين هل برأيك تغير موقف الحكومة الألمانية من ملف المهاجرين ولسيما الملف التونسي مرتبط بحادثة الدهس الأخيرة والتي تهم تونسي أنيس العامري بارتكابها نعم أعتقد أن البلدان الأوروبية عامة وربما ألمانيا بالخصوص الآن تمارس الحذر الشديد تجاه احتمالات الإرهاب والتي يتبين للأسف الشديد أن بعض التونسيين متورطين فيها يعني هذه البلدان لا حق أن تحمي حدودها وأن تحمي شعوبها ليست ملزمة بقبول هذه الإجرات غير النوعية ولكن في المقابل لابد أن نذكر بأن البلدان هذه نفسها تختار من بين المهاجرين من تستطيع أن تستفيد من خبراتهم ومن علومهم فهي تفرز نصاحة تعبير الجيد وترمي عنها السيئة في هذه الحالة تصبح تتعامل بمكيالين يعني هي ليست فقط بلدان استقبال يعني وتمارس حقوق الإنسان وغيرها وتبرر ديمقراطيتها هي كالتجار يعني يختار السلعة الجيدة ويرفض الباقي وهذا يعني خسارات مضاعفة للبلدان المصدر لهذه العاملة فهي تخسر أحسن ما عندها ويعود إليها الأسوأ لكن برأيك هنا لعبة 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 تجارة خطيرة يعني نعم ما مدى تأثير هذا وتؤدي إلى إفراغ بلدان القرار على العلقات التونسية سيئة تنور العلقات التونسية الأمنية خاصة فيما تعلق بالشق الاقتصادي أعتقد أنها ستكون بمثابة نقطة سوداء في العلاقة بين البلدين لأن المعروف أن ألمانيا هي بلد يستقبل كثير من السلعة التونسية وخاصة في المواد الزراعية وفي النسيج وفي بعض المكونات السيارات وهناك تعاون اقتصادي جيد معروف والألمان أظهروا يعني أقول تعاطفا كبيرا مع ثورة تونسية واستقبلوا الحكومات الأولى وحولوا كثير من الديون إلى قروض إلى نوع من المساعدات ولكن هذه تأتي كنوع من اللطخة السوداء على جبين هذه العلاقة ستكون هناك أثيرات سلبية ولكن لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى نوع من القطيعة أو نوع من الإعراض المتبادل عن التعاون بين البلدين هناك وشائج اقتصادية قوية ربما حتى أفضل من فرنسا في بعض المجالات وللأسف الشديد كان بالإمكان استيعاب هذا العدد القليل وتوطينه وتشغيله ولكن يبدو كما قلت في البداية أن صدر أوروبا قد بدأ يضيق يبدو أيضا أن المؤثر الهجرة السورية والهجرة التركية على ألمانيا قد ضايق المهاجرين التونسيين يبدو أن الأتراك والسوريين أبرعوا في المهني وربما أقدر على التأقلم من التونسيين وهذا يجعل الألمان في وضعية وضعية من يملك بلده هو يريد أن يتخلص من الأعباء الزايدة فقط ليس أكثر طيب الفكرة وضعها بالتأكيد لكن إذا عدنا مرة أخرى إلى الأسباب التي أدت إلى تزايد معدلات الهجرة غير النظامية على هذا النحو هناك من التقارير من تتحدث أن هناك تحول نوعيا شمل أبناء الطبق الوسطى من معلمين وأساتذة وكوادر إدارية بالنسبة 20% من المهاجرين أو الذين يريدون أن يهاجروا هل لديك تفسير سيد نور؟ البدايات كانت بداية الهجرة حتى الهجرة النظامية يعني من الستينات سبعينات وثمانينات كانت هجرة اليد العاملة غير المختصة وقليل من الخبرات ذات التكوين الجامع العالي التي تجد مواطن لها في المؤسسات الأوروبية في السنوات الأخيرة وبالنظر إلى تضخم عدد خرجي الجامعات وانغلاق الأفاق في الداخل ارتفع معدل الذين كانوا مؤهلين ليكونوا ضمن الطبق الوسطى يعني أساتذة ومعلمين لهم إجازات وأحيانا حتى حاملي دكتوراه وهم جاثمون على قريعة الطريق بدون عمل يعني في الأخير انغلقت الأفاق في الداخل ولخاصة نوع من التخصصات الجامعية غير ذات المردود المباشر كالأداب والفلسفة والتاريخ وغيرها هذه التخصصات غير قابلة أو لا يسفل تشغيلها في تونس فتصبح الهجرة بديلا ممكنا ولو بطرق غير قانونية والبلد لم يعد قادرا على استيعاب الخرجين وأيضا كثير من الموظفين الصغار الذين لا تفيه رواتبهم بحاجاتهم يفضلون المغامرة على أن يبقوا في وضع يزداد لكن إلى أي مدى تتفق مع الرأي القائل بأن ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية بين التونسيين ناجب عن زيادة استقطاب الجماعات المسلحة للشباب التونسي هذا تفصيل فرعي أعتقد أن الكثير معروف عن التونسيين أنهم حتى إن امتطوا وسيلة الإرهاب ووصلوا إلى تركيا مثلا أو وصلوا إلى إيطاليا فأنهم يهربون من الشبكات التي تقوم بالتهريب وتكون الحيلة حيلة الخروج فقط قد تكون إرهابية ولكن ليس كل من خرجته شبكات الإرهاب وإن كان هناك بعض لا يمكن نفي هذه الواقعة ولكن لا يمكن تضخيمها أيضا باعتبار أن كثير منهم يتخذوا وسيلة كالسفر إلى تركيا بدون فيزا ثم يهرب من تركيا على اليونان أو يهرب على بلدان أوروبا الشرقية ويعود إلى أوروبا الغربية لما توفره من احتمالات عمل مقارنة بأوروبا الشرقية لكن أنا لا أمين إلى التأكيد بأن ارتفاع معدلات الهجرة ناتج عن عمل شبكات الإرهاب وأنها فاعل رئيسي هي موجودة ولكنها ليست فاعل رئيسي لكن في كل الأحوال كيف تقيم دور أو خطط الحكومة التونسية في موجهة الهجرة غير النظامية ما لم تقوم الحكومة بإيجاد بدال تشغيلية حقيقية في الداخل فإنها ستظل تعاني هذه الهجرة إما بمنعها من الخروج أو باستقبالها بعد أن تخرج ولكن الحلول الاقتصادية المتخذة إلى حد الآن لا تبدو واعدة ولا تبدو مغرية للشباب بالبقاء يعني نلاحظ هذه الأيام أن هناك نوع من التحويل مبالغ كبرى جدا في الميزانية نحو المقاولين باسم توفير السكن الاجتماعي ولكن شروط الحصول على هذا السكن مثلا هي لفئات الدخل التي تزيد أو التي تقع بين ألفي دينار وثلاثة أليف دينار وهي طبقها الوسطى الأضعف يزداد ضعفا الحكومة تعالج أو تحاول أن تعالج مشاكل طبقة الأغنى والأعلى شكرا كطبقة المقاولين والمستثمرين في السياحة لكنها لا تلتفت إلى الطبقات الدنيا ولا تقوم مثلا بإصلاح زراعي حقيقي وتمكن الشباب من قطع أرض يمكن أن يستثمرها وينتج شكرا لك المحلل السياسي نور الدين العلوي كنت معنا مباشرة من تونس شكرا جزيلا لك إلى هنا انتهي هذا الجزء من النفذة ولكن النفذة مستمرة معكم وبعض الفاصل يلتقيكم الزميل محمد دحو وحوار مباشر مع الشيخ رائد صلاح حول المخاططات الإسرائيلية لتهويل القدس تفضلوا بالبقائم